السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وقاتكم من كل خير عندي تعليق سريع جدا على انتصار المنتخب القطري على المنتخب الإماراتي والتعليق من شقين الشق الأول رسالة إلى تركيا للشيخ الذي حاول أن يسخر من جنسيات اللاعبين متناسيا أنه هو الذي كان خلف فكرة دعم وليد المملكة العربية السعودية ليشاركوا مع المنتخب متناسيا أننا في بلد يتوجد فيها الإخوان من أفريقيا ومن اليمن ومن الشام ومن العراق ومن شرق آسيا ويشاركون معنا ليس فقط في منتخباتنا وانديتنا ورياضتنا وحياتنا بل في كافة شؤون أمورنا وحياتنا منذ قرون وليس منذ عقود فقط فما المعيب في ذلك وهل من اللائق أن نسخر من هؤلاء أن ندار الفشل الإداري الذي تحقق في عهد كفي محاولة السخرية من هؤلاء كان الدور السعودي في فترة من الفترات ترتيبه 29 عالميا والقطري 71 عالميا بعد أن جاء تركيا للشيخ أصبح الدور السعودي ترتيبه 52 عالميا والقطري 39 عالميا إنجازاتك يا كابتن نقطة أخرى وريد أن نضيفها بالنظر إلى مدرب المتخب القطري أليكس سانشيز هذا الرجل أو فيليكس سانشيز ما عرف اسمه هذا الرجل كان يدرب القطريين أو بعض اللاعبين الموجودين في المتخب اليوم معه من أكثر من 10 سنين دربهم في أكاديمية سباير وعمارهم 14 سنة دربهم بعدين في منتخب أقل من 17 سنة بدل دربهم في منتخب أقل من 20 سنة تقريبا أو 19 سنة بدل دربهم في منتخب أقل من 23 سنة واليوم يدربهم في المتخب الأول عمل أكثر من 10 سنين صبر صبر من أجل إعداد فريح بغض النظر يفوز المتخب القطر اليوم أو يخسر بغض النظر قطر تستمر أو تخسر تنسحب بكرة تنجلد 10 من اليابان الفكرة في مسألة التخطيط الإداري الناجح يؤتي ثمار ناجحة ويؤتي ثمار جيدة عليك بالصبر مش تتخبط ترفيه مرة رياضة مرة أحط في العسكرية مرة أجيبه في هيئة الفروسية مرة أحط في النياغ مرة تخبط فجل شكرا جزيلا لكم ألقاكم على خير كونوا حرارا